شوف انا عايز اقول لحضرتك حاجة يعني كل المشاهدين والمشاهدات تعال بسرعة كده يعني ان نحط في نفسنا او في دماغنا فكرة لو انه كل اللي بيتعامل في مصر خلال التسع سنين اللي فاتوا ده كل اللي بيتعامل ده انت مش متصور هو بيتعامل ليه يعني في بعض الناس تقعد تتناقش وبعض الناس ممكن تروح اي لا كلمتين على السوشال ميديا وبتاع زي ملاك كده بيتفك بكلمتين ما عنديش مشكلة فيجي يقول لك ايه وليه كل ده طب انت متصور ليه يعني ده يعني شيء انما يعني انه مصر ما تضربش فيها مصمار 30-40-50 سنة ولو عاوز الحق اه يعني انت خلال 40-50 سنة 40 سنة قبل 2014 قول لي ايه هي المشروعات العملاقة العظيمة اللي كان ممكن تغير وجه الاقتصاد المصري خلال 40 سنة وتعاملت يعني قولي زي الايه او قعد فكر وقارن ما بين نمط ما كان يطلق عليه المدن الجديدة في مصر قبل 2014 ثم المدن الجديدة في مصر بعد 2014 او ما يطلق عليه البنية الاساسية خلي بلك ان مفهوم البنية الاساسية في مصر قبل 2014 كان مفهوم عجيب جدا عجيب لانه كان مفهوم شديد القدم مفهوم هارم التصورات بتاعت الدولة زمان قبل 2014 انه البنية الاساسية هي انك انت تعمل ايه دخل لي هنا خط مية شرب ودخل لي هنا شوية عواميد من اللي بتشيل كهربة الضغط العالي واعمل لي مدقين وارصفهم بطبقة بالكتير ولا طبقتين اسفلت ودخل لي خط بسيط كده شغال نبقى نقول ان احنا بدخلناه يعني اسمه الصرف الصحي فيقولك ايه احنا عملنا البنية الاساسية طب تعالى اواريك ايه الفرق ما بين المفهوم القديم والمفهوم الحديث بتاع العالم مفهوم الحديث بتاع العالم هو انك انت بتدخل مية الشرب اللي ينفع تخلي المدينة دي شغالة دون احتياج اللي انك تعمل خطوط جديدة لمية سنة الكهرباء شرحوا الصرف شرحوا الانترنت شرحوا المنظومة المتكاملة للطرق والمحاور الاساسية منظومة النقل بشكل كامل مدارسها بشكل ده مفهوم البنية الاساسية الجديد بالمناسبة مدارسها وجمعاتها مجمعاتها الصناعية المحيطة لان اتكلم على مجتمع عمراني لازم يكون فيه اكل اكل وشرب لقمة العيش الشغل يعني وانا هروح عيش لوحدي في حتة نائية من غير ما بقى عارف اشتغل او ان انا النفسي رايح جاي كل يوم من مكان الى مكان بعيد في قلب الصحراء وانا متصور ان انا كده عملت تجمع عمراني جديد اطلاقا كانت الناس بتروح علشان وعشان كده كان في حاجة كنا نطلق عليها الزمان يسميها مدن للاشباح يقولك المدن ما فيش حد بيسكنه ليه ما فيهاش حاجة ده على سبيل المثال اللي تعامل في مصر هو مش بس اعادة هيكلة المسألة ابعد من كده مصر من اول وجديد انت مين انت اللي هي كلنا المية وخمسة مليون مواطن احنا بنينا مصر من اول وجديد مش بس على مستوى المدن حتى على مستوى الاقتصاد احنا مكنش عندنا حاجة يا جماعة اللي كان عندنا ده ادم اكل عليه الزمان وشرب اكل عليه الضهر وشرب وتعب وخلص وكان العالم بيحول نظره واظن كلنا فاكرين لمقو دول اخرى في نفس دات المنطقة العربية ودول اخرى خارج الاقليم العربي من دول الجوار كل انظار الاستثمار في العالم كانت بتابد عن مصر اللي هو يا راجل ده ما عندهمش ده ما عندهمش ده اللي كان بيتقاد تعايزني اروح ابني مصنع في الحتة دي طب فيه طرقك ده اللي كان بيتقاد طب هو الكهرباء موجودة طب هو الغاز موجود طب الايد العاملة المدربة موجودة ما كانش فيه حاجة كنت بتعمل ايه كانت ولا حاجة سيبنا مش هنلوم على الازمنة السابقة بما فيها من مزدهر او غابر يعني يسيبك من ده لكن نبص على اللي بيجرى دلوقتي انا هسألك سؤال اللي حصل فمطروح لحد السلوم جنوبا حتى سيوى حصل قبل كده عارف انت فيه كده جمع يقولها التجار في بلدنا يقولك اللي عنده من ده كداب اللي يقولك أنا عندي من ده كداب فالسؤال هو اللي بيحصل ده قدام عينيك حصل منه قبل كده انا متأكد انك صادق